اهلا بكم مع عزيزي طلاب الصف الرابع الابتدائي وكل الصفوف نفس الكلام اللي هنقوله للصف الرابع هيكون لكل الصفوف المرحلة الابتدائية وأيضا المرحلة الاعدادية النهاردة هنتكلم معكم بشكل سريع ومبسط وسهل جدا وأعطيكم القوالب اللي عاملها الوزارة بشكل أفضل من اللي عاملها الوزارة لأن وجدت فيه مشاكل في القالب نفسه اللي عاملها الوزارة ليكم وهقول لكم عليها وازاي ان انت تكتب بطريقة سهلة وبسيطة طبعا تدخل على الموقع الالكتروني ده وبتلاقي المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية بتختار منها وبعدين بتختار الصف بتاعك وتبدأ تظهر لك كده فاحنا اشتغلنا على الصف الرابع الابتدائي وظهر لنا خطوات المشروع البحسي من هنا بتطلق تقدر تعرضها وتقراها ومن هنا بتقدر ان انت تشوف القالب وهنا تقدر تعرض القالب يعني لو ضغطت هنا يظهر لي القالب بتاعي اللي انا اشتغل عليه تمام فهنا ظهر القالب اللي عاملها الوزارة هو ده القالب تمام نصيحتي ليك بقى وانت بتكتب في البحس عشان القالب ده هيعزبك شوية وانت بتشتغل اول حاجة تاخدها تاخد العناصر دي تكتبها برا وتبدأ تحزف المستطيلات البرتقالي دي لان دي عبارة عن صور هما حطينها ومفرغينها بحيثنك تكتب فيها لكن لو جدت تكتب اكتر من كده هتلاقي الكلام يختفي منك ولما تشدها مش هيظهر معاك ولو دخلت في الصفحة التانية يعني هنا لو كتبت الموضوع لحد الاخر الاخر هنا وجدت تكمل مش هيظهر معاك تجد تدوس انتر مش هيوصل معاك لحل فاول خطوة هتعملها انك انت هتشيل المستطيلات اللي باللون ده وتاخد العنوان بتاعتها ما تضيعاش منك عشان هتحتاجها في الكتابة بتاعتك للبحث تخلص من كل هزي المستطيلات وكمان الصور دي تخلص منها بس تبقى عارف ان انت هتبقى تضيف صور للمشروع بتاعك هنا المشروع بيكلم عن السياحة طبعا احنا عندنا اربع اربع مواضيع رئيسية يعني نتذكرها كده بسرعة مع بعض اهوت اللي احنا قلنا الخطوات المشروع البحسي تقدر تعمل المشروع لوحدك او تقدر تعمله مع فريق وانا نصيحتي لك انك انت تعمله مع فريق ازاي تعمله مع فريق تشوف اتنين من زملائك وتبقوا ثلاثة مع بعض تعمله جروب على الواتساب وتتواصله مع بعض تحددوا الموضوع اللي تختاروه سواء السياحة او الطاقة او الصحة او الماء وبعد ما تختاروا الموضوع تخيلوا انفسكم ان انتوا وزراء السياحة في مصر او وزراء الطاقة او وزراء الصحة او المسؤولين عن وزراء المياه وابدأوا تنقشوا مع بعض ازاي ننم السياحة مثلا انا اخد مثال السياحة فهتكلم عنه باستفادة ايه اهمية السياحة للدخل القومي ايه الجهود اللي الدولة بتبذلها عشان تنمي السياحة ازاي نزود عدد السياح وهكذا تبقى فيه افكار اه نقدر نحنا نكتبها ونتكلم عنها في موضوع السياحة وهكذا كل موضوع من المواضيع اه ونفتكر مع بعض المحاور الرئاسية للمشروع اسم الطالب كل طالب من الطلاب هكتب اسمه رقمه التعريفي اللي هو الرقم الكود اللي خده ومقدمة الموضوع وعنون الموضوع والمقدمة وعناصر والنتائج والمصادر اه محدد لطبعا خمسين الملخصة يكون الليلة المقدمة من اربعين لخمسين كلمة والموضوع نفسه يكون من ربعمائة لخمسمائة كلمة واللغة الانجليزية هتكون من خمستاشر لتلاتين كلمة واعرفكم ازاي بطريقة آلية تقدروا تعدوا الكلمات من خلال الورد بشكل بسيط جدا بتعلم عليها وتشوف الكلمة العدد بالزبط حسب ما علمت عليها طيب اللي انا بدأت بدأت لكم في موضوع البحث وفرغت الجدول تماما من المستطيلات اللي هي موجودة فيه شوف معي انا ابدأ معك من اول الصفحة ده مشروع السياحة شلت كل شيء وحطت العنوان اهمية السياحة للدخل القومي لمصر او تسمي للمشروع بتاعك اهمية السياحة لمصر وهكذا اختر العنوان لعجبك خليه في نص الصفحة وادخل في الصفحة التانية على جدول المحتويات عشان تكتب جدول المحتويات ده يلزمك شوية حاجات عشان تطلع الشكل ده والفهرس ده يطلع لك منظم بالشكل ده يلزمك مجموعة من الادوات تعالوا نمسحه ونكتبه بقى مع بعض عشان نشوفه ازاي نعمله هنحزفه دلوقتي نشيره خالص وهنبدأ نكتب العناصر الرئيسية للمشروع انا هنا مش هكتب فهرس دلوقتي انا بكتب العناصر اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض على الجروب هنبدأ نكتب العناصر الرئيسية للمشروع اول عنصر عندي هيكون مقدمة ولما اكتب كلمة مقدمة اعلم عليها كده واروح على كلمة heading 1 اللي في قدامي ديت من الصفحة الرئيسية اخد heading 1 شايفين كلمة heading 1 دي اروح اعلم عليها لان ده عنصر رئيسي بالنسبة لي عنصر رئيسي طيب بعدين ادوس enter واكتب بعد ما اتكلم عن المقدمة هاتكلم عن اهمية السياحة لمصر مثلا وبعدين اروح على heading 1 وعلم عليها وادخل اللي بعد كده اقول انواع انا بضرب امثلة انواع السياحة في مصر واروح على heading 1 وعلم عليها طيب بعد كده هكتب جهود الدولة في مجال السياحة ونعطيها heading 1 بعد كده اخر عنصر عندي هقول كيف يمكن تنمية السياحة في مصر وهعطيها heading 1 طيب انا عندي في انواع السياحة في مصر اكيد فيه عندي هتكلم عن عناصر فرعية يبقى دي عناصر رئيسية تحت العنصر ده ممكن يكون عندي فيه عناصر فرعية على سبيل المثال هقول السياحة التاريخية ويكون عندي السياحة الدينية حسب ما تلاقي عندك في انواع السياحة وهتلاقي السياحة مثلا الساحلية وهكذا وارح معلم عليهم بس هنا بقى لانهم عناصر فرعية رقم اتنين فهاخدهم heading 2 اختارهم heading 2 انا كده خلصت العناصر الرئيسية بتاعتي هاجي هنا بعد كده اكتب كلمة النتائج اللي احنا شفناها تحت قبل كده واخدها heading 1 وبعدها اكتب كلمة المصادر واخدها heading 1 يبقى انا كده كتبت النتائج وكتبت المصادر كده انا انتهيت من كتابة العناصر الرئيسية لمشروع البحث بتاعي احاول بقى انزل الصفحة ديت فين في الصفحة اللي تحت قلص انا كده انتهيت منهم وهاجي بقى هنا في الصفحة التانية اللي هي هعملها الجدول للمحتويات عشان اعمل الفيرس اللي انا ورده لكم في الاول ازاي بقى نعمل الفيرس بعد ما كتبنا العناصر الرئيسية خد بالك انا لما كتبت العناصر الرئيسية عملت فيها heading 1 وهيدنج 2 لازم كده طيب ازاي بقى اعمل جدول للمحتويات بتاعتي يضملي العناصر اللي انا ذكرتها دي كلها ادخل على كلمة references او المراجع تعدها كده رقم 6 وعند file او الملف هيبقى 1 2 3 4 5 6 references او المراجع تضغط عليها وهيظهر لك في الاول على اليسار table of contents او جدول المحتويات تروح تضغط عليه وتختار اي شكل من الاشكال اللي قدامك واللي يكون الجدول الاول بمجرد ما ضغط عليه ظهر لي الجدول بتاع المحتويات بالشكل اللي احنا شايفينه ده اجي هنا عند النقط اللي فوق بعضها ديت واضغط عشان انشط كل الملف بتاعي كل الجدول بتاع المحتويات بتاعي واروح على الصفحة الرئيسية واجه هنا عشان اعديله ناحية اليمين وبعدين اديله نمط الخط بتاعه المناسب واللي يكون time new roman وبعدين اخد الحجم بتاع الخط واللي يكون مثلا 14 كده ظهر لي الجدول المحتويات بهذا الشكل بطريقة منظمة ومش محتاج يتعامل بشكل يدوي انا خلاص مجرد ما عملت العناصر الرئيسية heading one والعناصر الفرعية heading two نشوف كده نلاقي كلمة مقدمة مع اهمية مع انواع تحت بعضها تحت انواع في مسافة شوية واجه لحاجات الفرعية بعدين رجع للرئيسي تاني وهكذا اجي عند كلمة جدول المحتويات اللي معمولة بالانجلش دي تغيرها وقول كده جدول المحتويات يبقى انا هنا كتبت جدول المحتويات كويس كده تحت بقى هنا في العناصر الرئيسية في المقدمة هروح نازل بالمقدمة كده واعدل بقى نمط الخط بتاعي واللي يكون مثلا هيكون 14 حجم الخط وتنزل بالمقدمة بتاعتك هتسيب لها صفحة هتسيب صفحة للمقدمة وبعدين الجزء التاني بتاع اهمية السياحة في مصر هتسيب لها الصفحة بتاعتها وبعدين كل ده هتكتب فيه بقى ايه الموضوع بتاعك وبعدين انواع السياحة وتتكلم عن السياحة التاريخية وعن السياحة الدينية شوية وتتكلم عن السياحة الساحلية شوية ولو فيه انواع تانية تكتبها وهكذا وبعدين تروح على جهود الدولة في مجال السياحة الدولة بتعمل ايه وبعدين هنا حط أفكارك إنت بقى إزاي نحن وبعدين نبدأ نكتب النتائج بتاعتنا هنا وبعدين نكتب المصادر في صفحة لوحدها طيب أنا هنا عملت لك الفهرس وقلت لك إزاي تقدر تكتب الفهرس كده إحنا عملنا حوالي 9 صفحات هنبدأ تملاهم بالكتابة بالمواضيع تمام كده عملت الجدول بتاعي بشكل أوتوماتيك طيب أنا لما وزعت العناصر الرئيسية بتاعتي زادت عدد الصفحات مش معقول المصادر هتكون في صفحة رقم 2 فإن عايز أحدث الأرقام يعني عايز الجدول ده يحدث للأرقام الصفحات بتاعته بعمل إيه بروح على update table تحديث الجدول وباجي هنا بقوله عدل لي رقم الصفحات فقط يعني تحدث لي رقم الصفحات فقط اللي هي أول واحدة دي بعلم عليها وبقوله أوكي روح مغير لي رقم أرقام الصفحات بشكل أوتوماتيك طيب إزاي نكتب المصادر بتاعتنا أنا ده جزء بالنسبة لي جزء مهم جدا وبالنسبة لك هيكون طبعا جزء مهم جدا طبعا أنت بتكتب المقدمة والمقدمة زي ما قلت لك خلي المقدمة آخر شيء أنت تكتبه هو المقدمة بتتكلم عن السياحة ودور السياحة وإن أنتوا ليه خطرتوا موضوع السياحة تكتبوه وإيه نظرتك للسياحة وإزاي بدأتوا تكتبوا البحث يعني بتكتب موضوع مقدمة لهذا المشروع ويفضل في المقدمات أنها تتكتب آخر شيء طيب آآ أنت خلاص عندك العناصر الرئيسية اللي اتفقتوا عليها أنت أوزموا لأك في الجروب الواتساب كتبتوها كعناصر رئيسية وتحت كل عنصر رئيسي العنصر الفرعي بتاعه وشرحت لك الطريقة اللي أنت هتقدر تنظم بها البحث بتاعك عشان يطلع تنسيقه آآ جيد آآ هنا بتكتب النتائج بقى النتائج الموضوع بتاعك اللي أنت اشتغلت عليه وتقدر تضيف صور طبعا هنا في كل مكان من الأماكن دي تقدر تحط صور لأماكن سياحية سياحة تاريخية حط لها أماكن للأثار حط سياحة دينية ديرسينت كاترين مثلا حط سياحة ساحلية صور لشواطئ وهكذا عندك المجال مفتوح أنك أنت تبدع وتكتب زي ما أنت عايز يهمني جدا جدول الصفحة الخاصة بالمصادر المصادر اللي هي المراجع بتاعتك أنت جبت البحث بتاعك منين ودي نقطة مهمة جدا أنت دخلت على الانترنت وودقت تبحث وجبت موقع إلكتروني الموقع الإلكتروني ده أنت لازم تكتب تقول أنت جبت المعلومة بتاعتك جبتها منين ففي صفحة المصادر إزاي أكتب المصادر بروح على ريفرانس بتاعت المراجع زي ما هي فاكرينها اللي احنا أخدنا منها اللي وجده المحتويات المرة دي أنا هروح على اللي هي إدارة المصادر وهضغط عليها هيبدأ تظهر لي الصفحة الصفحة دي نette اشتركوا في القناة فبعمل كلمة نيو وبقول المصدر بتاعي كان عبارة عن ايه هل هو كان كتاب جزء من كتاب ولا جزء من مقال في جورنال ولا مقال ولا مؤتمر ولا تقرير ولا ويب سايت انه دخلت على نت وجبت منه الموضوع هكتب ويب سايت طيب الويب سايت مين اللي كاتب المقال نقول مثلا محمد خليل هو اللي كتب المقال حسب ما هو موجود عندك طيب name of web page اسم اسم الصفحة الويب اسم صفحة الويب وليكن مثلا يعني انا انا خليني اشوف اجيب لكم مثال احنا ازاي نكتب المصادر بتاعتنا بشكل صحيح انا هنا هدخل على موضوع من موضوع السياحة وبحثنا عن السياحة وقلنا السياحة في مصر وجولة سياحية وكذا وكذا ناخد مثلا بحث عن اهمية السياحة في مصر اضغط على هذا الموضوع اه تمام هنا اللي بحث عن اهمية السياحة في مصر ايه اهمية السياحة ومقال عن اهمية السياحة واهمية السياحة لمصر وهكذا طيب انا جبت الموضوع منين فين الصفحة اسم الصفحة فين الصفحة اسمها السياحة في الدول العربية من اللي كتب الموضوع كتب الموضوع طلال مشعل طيب امتى كتبه كتبه في 18 يونيو 2019 هاخد البيانات دي يبقى الصفحة عندي السياحة في الدول العربية يبقى روح هنا الملف الورد بتاعي واقول له عنوان الاسم اللي كتب الموضوع اسمه طلال مثلا كان اسمه ايه طلال مشعل طلال مشعل الاسم الصفحة هنقول السياحة في الدول العربية طيب ال name of website اسم الموقع الموقع اسمه موضوع السنة 2019 سنة الكتاب التاريخ احنا شفنا التاريخ اهوت كام 18 6 يبقى التاريخ هنكتبه السنة كتبنا 2019 هنا هنكتب يونيو واليوم كان يوم 18 و اللي هو العنوان الموقع الالكتروني بتاعي رح اخذه من هنا صغره لكم شوية عشان تشوفوه هو ده هاخده نسخ واروح على الملف بتاعي واعمل control v او اضيف الرابط بتاعي في الملف شو قول بيوجرافي خلاص مش محتاج وبعدين اقول اوكي بعد ما قلت اوكي ظهر عندي هنا في المحتوى اسم ايه اسم مشعل طلال السياحة في الدول العربية خلاص هو ده هو ده المصدر بتاعي اللي انا اه كتبت عنه هقول لك اخدت الموضوع من عند طلال اهو دخلت عند طلال و كتبت النبذة بتاعته ان اهمت السياحة في مصر كده خلقتها كوبي كده 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 الحياة دي هنا وقلت نسخ رحت هنا وقلت بست خلاص انا كده نزلت الموضوع بتاعي نزبطه شوية نخلي مين و انا اخدت الموضوع ده كله منين اخدته من من عندي طلال اجي هنا في النقطة دي واروح على واختار واختار انا واخد ده من عند مشعل اروح كاتب مشعل يروح نزيل لمشعل هنا خلاص يبقى انا هنا تحت كل عنصر كتبته او كل موضوع من الموضوع كتبته قدرت ان انا حبت المصدر بتاعه بنفس الطريقة اللي انا شرحتها انا عارف ممكن تبقى صعبة شوية عليكم لكن انا هسيب لكم نموذج فيه بعض بعض العناصر وانتو تضيفوا عليها وهسيب لكم الفيرس جاهز برضو انتو تضيفوا وتعدلوا عليه براحتكم على اساس يساعدكم في التنسيق بتاع الملف طيب هنا في المصادر بقى اكتب المصدر ازاي انا خلاص ضفت المصدر نروح على بيبيليو جرافي واروح اضغط عليها بهذا الشكل وهعلم عليها بهذه الطريقة وازبطها على اليمين كاحد المراجح هنا منجرد انا ما كتبت خلاص ظهر للايه المراجح ظهر لإسم المشعل 2019 يونيو 2018 السياحة في الدول العربية الموقع اسمه موضوع وادر رابط بتاعه وبعدها اقدر اكتب يعني اغير كلمة بيبيليو جرافي دي تخليها المراجع او اشيلها خالص او موجود عندي كلمة المصادر طيب اقدر اعدل نمط الخط بتاعي اخليه 14 واخلي الخط بتاعي بهذا الشكل وشكله كده مش معدول ايوه خلاص كده انا ضفت ضفت الرابط بتاعي وضفت المصدر بتاعي بشكل صحيح وقدر اضيف العديد من المراجع بتاعتي اللي انا هجيبها طيب لو انا جبت المصدر بتاعي كان كتاب ادخل على ريفرانس وابدأ اضيف من هنا الادارة للمصادر واقول له نيو جديد هيقول لي انت عايز تضيف ايه هقول له انا جاب جزء من كتاب اروح على بوكس اكشن والكتاب من المؤلف محمد السيد طيب العنوان الكتاب ايه السياحة في مصر مثلا انا باضرب امثلة طيب التايتل بوك تايتل عنوان الكتاب هنقول السياحة في مصر او اهمية السياحة في مصر السنة هنقول سنة 2018 مثلا صفحة الكتاب صفحة 45 المدينة كانت القاهرة الناشر نقول مثلا دار المعارف اي حاجة يعني ده كل ده موجود موجود على الكتاب انا هنا كتبت اسم الكتاب وكتبت اسم الموضوع وكتبت بعض المعلومات اقول له اوكي خالة تود ظهر لي الاسم بهذا الشكل طيب عايز اضيفه في المصادر اجي عند المصادر هنا واقول له ابدأ اكتبها بهذه الطريقة الاول بضيف كل المصادر من هنا بعمل بحط كل المصادر في هذا في المكان ده وبعدين اروح اقول له ببلوغرافي ديت اروح اضغط عليها واختار بهذا الشكل او اختار بهذا الشكل ونشط واخد يمين واعدل في الخط بتاعي حجم الخط يكون اربعة عشر وهكذا فارح ظهر للسيد ميم الفين وتمتاشر السيحة في مصر السيحة في مصر صفحة خمسة واربعين القاهرة دار المعارف هنا اعملها لي بشكل اوتوماتيك المصادر بتاعتي من لكم التوفيق في كتابة البحث ان شاء الله و اه يعني انا مدرك ان طبعا الموضوع يمكن شوية تقيل عليكم او صعب شوية لكن ان شاء الله مع تمشي مع الفيديو خطوة بخطوة هتلاقى انفسك بتشتغل يعني امشي مع الفيديو وقفه ونفذ الخطوة هتلاقى نفسك خلاص بدأت تتقن تتقن العمل وتكتسب مهارات جديدة وده الهدف الاساسي انك انت وانت بتشتغل تتمكن من هذه المهارات مهارات الورد وتتعلمها بشكل بشكل كويس وتتعلم ازاي تبحث عن المعلومة وازاي ترتبها وازاي تحفظ على حقوق الملكية الناس اللي كتبت الموضوع ده هو تقدر تدعمهم بالمصادر وتكتب المصادر عندك في البحث اي اسئلة او اي استفسارات تسيبوها لي في الاسفل الفيديو في التعليقات واي مساعدة ان شاء الله نساعدكم في اللي تحتاجوه تركونا التعليقات بتاعت واحنا ان شاء الله نجاوب على استفساراتكم وعلى اسئلتكم هسيب لكم رابط قلب جديد غير القلب اللي عاملها الوزارة تاخدوه يعني ممكن هسيب لكم القلب ده تاخدوه تحسنه وتعدلوا فيه المعلومات اللي موجودة فيه وتشتغلوا عليه كمعيار هيكون جاهز قدامكم مش هتتغلبوا كتير وتقدروا تكتبوا البحث بتاعكم بشكل سهل وبسيط ان شاء الله هسيب لكم الرابط تحميل هذا الملف اسفل في صندوق الوصف تقدروا تحملوه وتشتغلوا عليه وأتمنى لكم التوفيق تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته